السياحة الدينية في الأردن لطالما كانت محط اهتمام إيران نظراً لوجود عشرات المزارات ذات الأهمية البالغة لدى المذهب الشيعي والتي تسعى طهران للتقرب إلى عمان من خلالها فيما يرفض الأردن فتح الأبواب أمام إيران للسياحة الدينية لأسباب أمنية وسياسية التقرير أتالي يصلت الضوء على هذه القضية التي تثار من قبل طهران بشكل شبه مستمر لن تمل طهران ووسائل علامها من محاولة التقرب إلى المملكة عبر بوابة السياحة الدينية ولا تكاد تمر فترة وجيزة حتى تطل علينا بتقرير أو مقال جديد فقد هاجمت قناة إخبارية إيرانية رسمية المملكة عبر تقرير موسع حول السياحة الدينية فيها وقالت بأن الأردن يسمح بالسياحة الدينية فقط للاحتلال لطالما شكلت التأشيرات المقيدة للسياحة الدينية في الأردن هاجسا لدى الإيرانيين حيث تزخر الأراضي الأردنية باحتضان عشرات المقامات والأضرحة للصحابة من بينها مقام ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي جعفر من أبي طالب ويقع في مدينة الكارك جنوب المملكة ويعتبر واحدا من أهم الأماكن المقدسة لدى أتباع المذهب الشيعي لكن لازال مغناطيس السياسة الإيرانية ضعيف التأثير على الموقف الأردني فالحكومة رفضت عروضا إيرانية عدة تقضي بدخول سياح إيرانيين إلى المملكة لزيارة الأماكن الدينية والمقدسة إلا أن العروض الإيرانية واجهت رفضا رسميا قاطعا لأسباب أمنية وأسباب تتعلق بالتدخلات الإيرانية في بعض الدول العربية كالعراق والسورية واليمن محللون السياسيون يقولون إن عداد تقرير كهذا ضمن محتوى وسيلة إيرانية إيرانية رسمية لا يمكن وصفه إلا بالمناكفة وبأن طهران لطالما زحفت عبر قنواتها الإيرانية والدبلوماسية نحو إيجاد بيئة شعية خصبة داخل الأردن يبدو أن هذا الاتهام للأردن من باب المناكفة السياسية كما هو معروف يعني الأردن تمنع سياحة الدينية الشعية تحديدا الإيرانية القادمة من إيران ومن بلدان أخرى لأسباب أتوقع أمنية بالدرجة الأولى وثانيا سياسية وثالثا لأسباب التخوف من نشر المذهب الشيعي في الأردن وثم تصبح قضية للمطالبة بدعم الأقليات المذهبية في الأردن في المستقبل ووفقا لمراقبين فإن إيران لم تبني علاقات شفافة مع المملكة وإمعان النظر في تدخلاتها الإقلامية تجعل الموقف الرسمي الأردني متخوفا من أي تقارب من قبل طهران حمز شعوبك رؤيا ترجمة نانسي قنقر